أهلا بحضراتكم الجديد شوفوا بقى الحاجات الإيجابية المضيئة اللي اتشرف الكرة المصرية واتشرف فريقيها الأهل والزمالك لما الاتحاد الأفريقي يهتم من خلال المناصة الإلكترونية بتاعته الكاف ديجيتال انه يعمل مسلسل وسائقي عن البطولة اللي فاتت اللي فاتت بها الأهل البطولة اللي حمل فيها الأهل اللقب التاسع في البطولة ويخدها بتركيز شديد على ظواهر ازاي الأندية الكبيرة تتعاملت مع جائحة كورونا وإزاي قدرت تستفيد من فترة التوقف وإزاي قدرت تتغلب على كل فترات التعطل ويركز على نموذجين الآل والزمالك في مصر والوداد والرجاء في المغرب في الجزء الأول أو الفصل الأول من هذا المسلسل الوسائق يا باشوانت وروح رايح للمسلسل في الجزء الثاني مبارح يتكلم على السيمي فاينال وإزاي الأندية الأربعة اللي لعبوا سيمي فاينال قدروا يتعاملوا مع الظرف ثم يصل إلى الزروة في النهائي اللي بيعتبروا هو ده نهائي غير مسبوك في قوته وفي حماسه بين الأهل والزمالك وإزاي الأهل يقدر يحسموا ويفوز بالتسعة شوف أنا أعتقد أن دي سابقة أولى ما سمعتش قبل كده أن فيه فيلم وصائخ يتعامل على أي بطولة من البطولات أو ربما يكون يتعاملوا وإحنا ما اهتمناش لأن ما قلناش حد فيه لكن إن الموسم الماضي بالذات كان فيه مفارقة عجيبة جداً ناديين من المغرب وناديين من مصر بالضبط واللي هما مع ناديين من تونس على مستوى الشعبية يمثلوا بقى تقل الشمال في الشعبية في الشعبية فأنت يعني الفيلم ده قمته أنه وصق لك هذه اللحظة التي ربما لم تتكرر كثيراً صعب تكرارها بالطريقة دي ناديين من بلد مع ناديين من بلد كان ممكن جداً وكان مرشح جداً نادياية المغرب هما اللي كانوا يوصلوا للفاين ولكن إحنا الحقيقة أهل وزمالك كان أداءهم في الدور قبل المبارة النهائية أكثر من رائع واستطاع بجدارة أن يوصلوا للمبارة النهائية بالضبط فدي حدث توصيقه كان رائع جداً نتمنى بإذن الله أن يكون للأهل حظ في توصيق العشرة العشرة بإذن الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر